السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله هتشترك معكم وجبة عشاء متكاملة من الالف الى الياء خفيفة صحية وكيحمقوا عليها وليداتي من اللي كان بغيت صلى فيهم كان حطر ليهم حالة الوجبات هذي و اول حاجة غادر مدوا بها هي السلطة سلطة دي اللي بتاطا حلوة واحد الاخت كانت بتتمنى انني تشارك معها وصفات بصابة بتاطا حلوة انتمنى ان شاء الله تشاهد هات الفيديو اول حاجة كان ناخدو ميقلات يعني تكون باردة كان نوضعو البصل هو الول بعد عد كنضيفو واحد المعلقة كبيرة دي زيت زيتون غادنضيفو الملح باش تطلق لنا البصل يعني لماء ومعد غنعودو ونغطيو هاد البصل باش كيزيدي عرق لينا ويطلق لينا الماء وباش مايتتحرقش لينا زيت الزيتون وباش كتبقى ام يعني الوصفة صحية اما الى بغيتو ما تتحروش بالمرة البصل مش مشكل هي غي مسألة الضوق يعني كيجي واحد المادق مجألة ماداق يعني كيجي واحد الماداق مختلف شوية وحتى لي كواحد يعني الماداق يكون زايد مليكا نكا غامي ليزي وذيك البصيلة سافي من بعد غدا نضيف لها هنيا اه ثلاثة ديال الحبات ديال الطاطة الحلوة اه استعملتنا هادي هاد اللي في اللون البورتوقالي ممكن تستعملو حتى البيضة حتى هي كيجي غي حاولو تقطعوها طريفة شوية كبارين باش ما تتعجنش ليكم لانها ضغية هي كالطيب هنا كنناخدو الحماص لي كيكون مسلوق بدون ملح يعني كنسلقوه بالملح باش ما يقصحش لينا القطنيات ما كيبغوش يتسلقوه بالملح يعني حتى كي طيب وعد كنضيفو لهم الملح هنا دا بعد غدا تشرب دا بعد غنضيف توابل باش غيشرب لنا هاداك الحماص هادا الوصفة انا اه يعني هادا الوصفة اللي بلو حماص وبالقطاني كنحاول يعني نحضرهم بالطرق بحال هكدا باش كيعجبو اه والدي صغير ما كيبغيش ليه بالمرة يعني بطريقة العادية القطاني وطافقت معاه باش هو كيدير مجهود باش كيدق وانا كندير مجهود باش كنحاول نغير ليه وباش يكتاشف يعني مادقة جديدة والحمد لله هاد الوصفة هادي عجباته اهنا المال اللي صلقنا فيها الحماص كنحاولو ما نكتروش بزاف باش كنا نستعملو فاد الوصفة مخصناش نكترو الماء يعني نديروها تقريبا شي نصف كأس ديال الشاي اهنا التوابل اللي وضعت هي الكركم شوية ديال زنجبيل وشوية ديال الملح وشوية قبيسة ديال القرفة ونكتروش بزاف القرفة وإلا بغيتو ممكن أنكم تزيدو حتى بسيبسة إلا كانت عندكم ممكن نضيفو كذلك أعقلة إلا كانت عندكم ولما كانش عندكم ماشي مشكل يعني ممكن تستغنو علاغي هكذا كجي لديدة بزاف الحماص كتعرفو كتواتا مع الزبيب والنكهة ديال الحلاوة اللي كينا في البطاطا تحت هي كتجي مزيان كتجي لديدة بزاف صافي هنا غنضيفو حد شوية ديال زبيب ماشي بزاف كيف ما كتشوفو معايا تقريبا شي حفينة كيف ما كنقولين بوانية وكنسدو على هاد على هاد المقلة هدي تقريبا كتاخذ عشر دقيق كتوجد البصل مكي البطاطا تغييكا طيب صافي ها هي من بعد كنخلي وضرو ريح تتنشف هنا كن طفيت الضو مرضيتش البال حتى كتنشف عاد كن نزولوها هنا غدا ندوزو باش نحضرو السلاطة الدافئة تانية هنا كناخدو غيش شوية ديال ما مشي بزاف كيف ما كتشوفو معايا وكناخدو يعني الجزر غدا نضيف شوية ديال القرفة شوية ديال الملح وشوية ديال زنجبيل فقط هدي هي توابيل إلا بغيتو تقدروا تزيدو والكوركم عفوا إلا بغيتو تقدروا تزيدو شوية ديال الحار غيش شوية مش كيكونوا حتى وازن في الماداق هنا غدا نضيف توما غنخلي غيش شوية كيف ما شوفو معايا تقريبا شي خمسة دقيق من بعد غنضيف كاس ديال بورتقال تقريبا هنا العصر ديال بورتقالتين وغدا نخليوها تخيزوية طيب نزيان في هاد هاد السلسة هادي حتى كيشرب لنا الماداقات كاملة وبالنسبة الناس اللي كتخاف انها تخلط يعني الأكل ما تخافوش هنا البرتقال الجاز اللي كيكون فيه كيتبخر وفي طرح حتى الفيتامين سي كيتبخر ولكن يعني الماداق كيبقى زوين هنا دوك الحبات اللي اضفت هي البديان باش كيتلقو لنا الماء كيف ما كتشوف معايا كتشرب صافيك نطفو عليه وكتصبح واجدة هنا غنضوزو باش نحضرو الصلاطة الدافئة الثالثة غنناخدو هنا اغيكو اللوبيا اللي كانت عندي في الكنجلادور غنضيف لها كيف ما شفتو معايا اغيشي شوية ديال الما مشي بزاف غدا نخليها دباء الهدف من هاد شي كله يعني هاد المال اللي كان ضيفوه كان ضيفوه قليل باش كيشرب لنا يعني هاد اللوبيا كتشرب لنا داك الماداقات كلها اللي غنضيفو لها وكتجي لديدها بها الطريقة هادي وكتجي حتى ساهلة وعملية يعني التوابل اللي وضعت تحميرها شوية ديال الزنجبيل شوية ديال الكامون والملحة وشوية ديال الحار صافي وغدا نوتو ما ضروري يا راكم عارفين وغدا نصد عليها ونخليها الطيب حتى تشرب عو تاني يعني نفس الطريقة تشرب هذيك المريقة ديالها ذيك السلسل اللي غدا نطيبها فيها صافي كتصبح واجدة حتى را كلها يعني سهلة جدا يعني هاد العشي وادي كتوجد يعني بسرعة ما كتاخدش بسفت ديال الوقت صافي كيف ما كتشوفو معايا اهنا ها هي بدات كتنشوف انتو ما باقي هاد شوية ديال الماء غي هي واحد النصيحة مهمة بزاف ما تكتروش توابيل لا كترتوا توابيل كتجي شوية مرة يعني كتدير غيشي شوية على حسب يعني المقدار ديال الخضار ولا حسب يعني الافراد العائلة هاد القياس اللي استعملت اليومات قريبا الربعة ديال الناس اهنا ضفت واحد شوية ديال الحامض يعني حتى الاخير وفي الاخر هاد لسه السلاطات كاملين قدرو حتى نمغو نقدموهم وناغوزيهم واحد شوية ديال زيت الزيتون ماشي بزافيلة بغيتو اهنا غدا ندودو باش نطيبو اه السومو كيفاش نطيبو اه هاد لستوس هادي كنناخدو ورقة طعي ما كنستعملوش اه يكون الجودة مزيانة ما كنستعملوش بالمرة يعني الزيت بحلا اليوم هيتماغن طيب السومو سومو كتعرفو فيه اصلا هو الزيت ما خصناش نزيدو لي الزيت وإلا كيجي غاو من زيت اهنا اه بعد ما غسلت هاد اللي بافي هاد وديل السامك غدا نوضعوهم هنايا انا اختاريت نبداو مع الضهر انتو متقدرو تبداوهم يعني على الكرش ديال هم هو الول انا غنبداو مع الضهر عد غنضيف التوابي اللي غدا تشوفو معايا ان شاء الله اه والمدة ديال الطهي ديال هاد السامك هذي ضاروري بزاف وإلا كينشوفو كيجي ما كيتكاء كيجي خيب في الماكلة هن ضاروري خصنا اه نحسبو ليهم الوقت هنا غدا نضيف هنا الفلفل الوردي إلا كان عندكم كيعطي واحد المدق زوين للسومو لي ما كانش عندكم ماشي مشكل ديرو غير الفلفل عادي اهو فسا ما كيجي معه يعني الحار كيجي معه زويني لكن كيعجبكم سافي غدا نخليو هكدا يعني نخليو غير نحن نحكو غير يدينا ولا بتو طحنو طحنو مشي مشكل على حسبوش كيعجبكم ولا لا هنا غدا نسمو بازير ازير يعني طري مالي غادي مني غا نقلبو مني عنقلب السامك غادي اطلق فيه واحد المادة قرائع جدا ازير كيجي مع الحوت بزاف كيعجبني انا وغدا ندهنو حتى بشوية ديال التوماء لكي تعجبني التوماء في السامك حتى التوماء ممكن ما نضيفوهاش هاد يعني السومو غيب ازير وشوية ديال الحار او الفلفل الوردي ركيجي زوين بزاف سافي هنا كنكون انا دبارا نمشي على البوطة والمقلارة هات قيلة شوية الى كنت عاد تكون مقلارة تخطف يعني خفيفة خاسكم تنقصوه ممكن تستعملو نفس طريقة في الطاجين يعني لو بغيتوا تطيبو بلاسسطومات تقدروا تديرو لاسسطومات وتديرو فيها هاد هاد الحوت ولكن انا للتغيير كنت مره مره كنت طيبو بهالطريقة هدي اه اذا قلت لكم ضروري هاد القادية لكن يعني البوطة ديال لكن المقلارة خفي فخص كنت نقصوه هنا سافي قلبته كيف ما كتشوفه معينة كنوريكم هناشتو هدي كل هادو هون تلقى هاد السامك هي كي ولي في هاد اللون هادا سافي كنزول المقلار وكنغطيها بوحد الغيطاء كتزيد تكمل طياب ديالها انا تقريبا مرات خمسة ديال دقايق بالحساب من بعد غدا نغطيها بدك الغيطاء ديالها خمسة دقايق عو تاني وعادة باش غدا نحطها ان شاء الله كيف ما شفتو معايا كنغطيها بحلكة وكنخليها هنا غدا ندوزوه غدا نحضرو السلاطة اللي غدا تكون حتى هي فخاش وحتى هادي هالطريقة هادي الوليدات كيعجبهم بزاف تقديم بالطريقة هادي يعني ممكن نحط كل شي عادي وذك شي ولكن بحال ده مثلا ولدي صغير انا مكيبغيش هاد الباربة هادي وكانت عندي فتلا جخص نين تخلص منها سافي بغيت ان حتى هي نحطها هاد النهار كيعجبني يعني مني نحطر يعني كل شي طايب نحطر واحد الحاجة يعني تكون فخاش يعني تكون طريقة هنا بهالطريقة هادي قلت لولدي انا تنقول لكم هاد الشي غي باش ربما نعطيكم افكار قلت لي انا حطرتها بالطريقة على قبلك باش تدير واحد المجهود وتاكل الباربة والحمد لله راه كلا الباربة مويم ولكن انا ولدي حت كبير شوية هاد الشي علاج ربما اه مويم كندير هادي بسيطة جدا يعني كندير طبقه بذك شي اللي كيكون عندكم يعني ماشي ضرور يعني هي فصراح هاد المكونات كل هكتواتا مع بعضها ولكن لو بغيتو تضيفوا يعني شي مكونات اخرى ماشي مشكل هنا اخديت الباربة واللافوكا وتفح لي كيكون خضر يعني كيكون اللون ديالو كيكون شوية حامض كيجزوين في السلاطات سافي وغدا نزينها بالقرقاء مويم زينوها بدك شي اللي توفر عندكم حتا كوكاو اه اجيبوه من عد مولز زريعة خمسة دراهم ديال كوكاو يعني ممكن حتا هي توفي بالغرض الكوكاو راح تهوكي جيزوين زريعة القرعاء زريعة الكتان يعني اي حبوب حاولوا تدمجوها في السلاطات هاكده باش كيكون فوليداتنا ياكلوهم من صغر لانا يلاح تايك بروعة تبدو تدمجو اليوم هاده هاد الهده الحبوب انا ما كيبغيوش مويم احنا السلسل اللي غدا نقدم مع هاده السلاطه هي هادي كناخد حبوب الشياء يعني اللي غين دوكيا او دوشيا موهم مع شوية ديال حاموز شوية ديال زيتون شوية ديال الحار الحار باش كي يعني كيرفع لنا شوية المعداق وإلا كيجي شوية فاضي وشوية ديال الملح صافي وهي غدا تكون مرافقة للسلاطه ديال اليوم صافي هاده هوا شكل نهائي ديال الاطباق قدمت بحال هكده كيف ما شفتوا معايا الصلاطه ديال ابتاطه حلوه قدمتها في هذا الطبق وزي ينتهى من الفوق بشوية ديال زنجلين تهو كيتواتم زيان مع الحمص رك تعرفوه زنجل كيتواتم مع الحمص الوليدات ضروري كنا ندير ونبدلوا واحد المجهود باش كي يعجبهم ما يأكلوا يعجبهم الأكل والتنوع في الأكل تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة